موسيقى أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من آمنت بالله على مدى اليومين الماضيين كنا نتناقش حول تنائية السمع والطاع لولي الأمر والديمقراطية واليوم موعدنا مع فضيلة الحبيب علي جفري عشان نتناقش فيه سيدي الحبيب شاف أن الديمقراطية وصلت إلى مرحلة الشيخوخة ورفض ما يسمى بالسمع والطاع بالصياغة التي يطلقها أو بالاسلوب الذي يطلقه بعض الإسلاميين إذن هناك رؤية أخرى طريق آخر خيار آخر خيار ثالث بين التطرفين برحب سيدي الحبيب علي جفري أهلاً وسهلاً بحضراتك حياكم الله وبركاته حتسمح لي أن نبدأ الخوار بعد الفاصل مباشرة فانتظروا أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى أخرى نواصل خوارنا حول السمع والطاع والديمقراطية تلك التنائية التي نجد فيها تضاداً شديداً فضيلة الدعاء الإسلامي الحبيب علي جفري أهلاً وسهلاً سيدي حياكم الله وبركاته سيدي إذا ذهبنا إلى السمع والطاع أولاً فماذا ترى يعني كيف ترى ماذا يمكن أن نأخذ منه لواقعنا لحياتنا الآن الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد لدي إشكالية مع المنحة هذا نعم والإشكالية تكمن في أن الخطأ الذي وقع فيه كثير من من يتحدث عن تفعيل الشريعة في الجانب السياسي المعاصر وهو الاجتزاء ماذا نأخذ منها لنطبقه المشكلة التي نعنيها أننا أمام نظام عالمي توصل في اجتهاده على حسب مستوى النضج البشري المعاصر إلى مفهوم الديمقراطية نعم وتوقف عند الديمقراطية مع محاولات تحسينية داخلية في إطار الديمقراطية وتعامل معها من منطلق مفهوم نهاية التاريخ خلاص هذه آخر شيء مع وجود بداية الدراسات الآن لفكرة ما بعد الديمقراطية لكن الخلاصة هنا أن هنا منهج نعم أن هنا مشروع وهذا المشروع هناك العشرات بل المئات بل الآلاف من الأبحاث التي تخدمه والنماذج التطبيقية والمراكز التي تنظر له والمراكز التي تدرب الناس على تطبيقه أي أن هناك مشروع اسمه الديمقراطية نعم صواب خطأ حسن قبيح هذه قضية أخرى لكن مشروع وله قواعد وبنيانه مشروع موجود ما يسمي اليوم بالمشروع الإسلامي السياسي أحد أهم مشاكله أنه لا يوجد مشروع نعم وحتى لا يفهم الكلام خطأ الكلام هنا ليس عن الشريعة نعم الشريعة التي حددت أسس ومبادئ ومنطلقات الحكم موجودة وهذه المنطلقات والأسس والمبادئ ثوابت ثم وضعت آليات للتطبيق لا تعد قطعية وأعطت للبشرية أي للعلماء المتخصصين في السياسة أو في أصول الفقه وفروعه وتخريج الفروع على الأصول أعطت لهؤلاء الصلاحية لأن يعملوا على استنباط أحكام تتعلق بعقد الحكم العقد بين الحاكم والمحكوم تتجدد الاجتهادات المتعلقة بها بتجدد صور العقود في السابق لم يكن هناك عقد يقول حكم المدة مؤقتة ثم يجدد له مرة أو لا يجدد ثم يأتي غيره هذا لم يكن موجودا في صدر الإسلام وهل لا يمكن أن ما كان موجود أن يصبح هو المشروع الآن هذا الذي نقوله نعم أننا ننبغي أن ننظر في الأسس والمنطلقات والمبادئ وأدوات الاستنباط في علم أصول الفقه وفي قواعد الشريعة ليعمل من أراد أن يقدم مشروعا إسلاميا يعمل عليها يشتغل ليحول طرحه إلى مشروع الموجود الآن فكرة وسوقت للناس زورا على أنها مشروع قد يكون الذين سوقوها لهم نيات صالحة يريدون تطبيق شرع الله يريدون خدمة الإسلام لا أحكم على النيات لكن الذي سوق في عصرنا الآن باسم المشروع الإسلامي في الحكم لا يوجد مشروع إسلامي هذا زور ما معنى لا يوجد مشروع إسلامي أي أنهم لم يأتوا وهم قد جاهزوا مشروعا إسلاميا المشروع الإسلامي له معطيات له آليات تنفيذ له ضوابط لهذه الآليات له معايير يقيم بها أو يقيم من خلالها الأداء هذا لا يوجد إلا من خلال بعض الكتابات الفردية أو بعض الأبحاث التي أقيمت لم يتحول إلى مشروع وبما أنه لم يتحول إلى مشروع وقع في فخ يعني استقبل بعض نتائج المشروع المقابل مع عدم اقتناعه به والبعض الذين اقتنعوا به حاولوا أن يوجدوا موائمة بين الديمقراطية مثلا والشورى الشورى بالمعنى العام الشرعي لها مفهوم أمرهم شورى بينهم يعني مبدأ من مبادئ الحكم الشورى لكن الأحكام المترتبة على هذا المبدأ مثلا اختلاف الفقهاء المتقدمين هل الشورى ملزمة أو غير ملزمة؟ لا أستطيع أن آتي باجتهادات فساداتنا من الفقهاء السابقين الذين قالوا أنها غير ملزمة أو الذين قالوا أنها ملزمة لأقحم هذه الاجتهادات على نموذج البرلمان مثلا مجلس النواب المؤسسات النيابية هذا تلفيق باطل ووجه البطلان في أن منطلق المجالس النيابية في الأصل هو منطلق شعبي بحث ليس منطلق نخبوي هناك في الشريعة الشورى في أهل الحل والعقد وعندما أقول الشريعة ليس في النصوص المعصومة اجتهادات ساداتنا الفقهاء في فهم الشريعة جعلت الشورى خاصة بأهل الحل والعقد واختلفوا هل هي ملزمة أو لا تمام؟ المجالس النيابية أولا ملزمة قولا واحدا الأغلبية تصويت وتلزم ثانيا المرشحين لهذه المجالس لا يطلب فيهم مواصفات إلا الحد الأدنى من المواصفات ليست له ثوابق متعلقة بقاتلات أشياء معينة لكن لا توجد معايير على أساسها يرشح الشخص ثم يعطى للآخرين حق انتخابه إذن لا يوجد حل العقد هنا أرادوا أن يركبوا مفهوم حل العقد على المجالس النيابية التركيب خاطئ كما أرادوا أن يركبوا الشورى على الديمقراطية التركيب خاطئ فعندما حاول من يتحدث اليوم عن شيء اسمه المشروع الإسلامي في الحكم أو في السياسة يسمونه الفقهاء هذا الفعل التلفيق ليس التلفيق بالمعنى الشائع الملفق المجرم لا التلفيق أن تركب شيء على شيء هو غير صحيح لا يصلح لا يصلح فلا يوجد مشروع إسلامي وهذه الكارثة الكبرى ما الذي أدى إلى فقد هذا المشروع والدعاء وجوده والتقدم إلى ساحة المنافسة على الحكم باسم المشروع الإسلامي هذا أدى إلى إشكاليتين كبيرتين الإشكالية الأولى الصدمة التي واجهت الشباب والأجيال في أن هذا الذي قال أنه شريعة هذا كلام فارغ لعب فيه تلاعب حصل وإن لم يقصد أصحابه هناك لعب هناك مستوى عبثي مستوى منخفض قد حصل فالشباب صدموا إلى درجة أن الكثير منهم بدأ يظن أن هذا هو الإسلام هذه المشكلة الأولى المشكلة الثانية في هذا الاستعجال على تقبل تلفيقي لإسقاط المسائل الشرعية على الديمقراطية أنه قد حصل في نظرة من تقبل الديمقراطية اليوم إزدواجية الازدواجية أين هي؟ عندما يأتي وقت الانتخابات الديمقراطية الكل يقول الديمقراطية ونحن ارتضينا الديمقراطية ونحتكم إلى الصناديق حصل المطلوب ووصلت الناس إلى الحكم صار بعد ذلك عند حصول اختلاف بينهم وبين غيرهم القول بأن هذا الاختلاف مخالف للديمقراطية فلما جاء أصحاب الاختصاص الديمقراطي وقالوا لهم هذا لا يخالف الديمقراطية لأن الإخلال بالعقد الاجتماعي يتيح المطالبة بتغيير الحكم تتقلهم أنت كفار ودخلق على ولي الأمر هنا حصل الاستدعاء للأحكام الفقهية السابقة لنموذج آخر للحكم أنت لم تؤسس نموذجا إسلاميا معاصرا لم تستنبط نموذجا شرعيا معاصرا تضعه ما بعد الديمقراطية أو مقابل للديمقراطية أو تدرس موجه الموائمة فأنت لا تملك مشروعا معاصرا لهذا عندما شعرت أن مفهوم الديمقراطية المعاصرة التي أسلمتها أصبحت تهدد وجودك تركتها ألقيتها ورجعت إلى الشريعة بالمفهوم الاستنباطي السابق لنموذج حكم مختلف عن النموذج الموجود هذه كارثة وهذه الكارثة تصنع ديكتاتورا بالمصطلح المعاصر زي ما حرده كنت شايف أنه ديكتاتور الديمقراطية قد تصنع ديكتاتورا أيضا نحن نقول الدكتاتورية ظلم نبين نعم والديمقراطية التي نراها اليوم هي إعطاء قانوني لهذا الظلم ذاك يظلم أنا ديكتاتور وأفعل ما أشاء ولما يعجبه يضرب رأسه في الحائط ولما يعجبني أعتقله وأقتله وما الحق أحد يسأني هذا الدكتاتور ظلم بالمفتوح يقول عندكم في مصر بالمفتشر بالمفتشر ذاك لا هذاك يظلم ويقهر وينتهك بلدان ويهدم دول ويشرد شعوب ويأخذ خيرات شعوب أخرى ويضطهد شعبه ويصيبهم بمصائب اقتصادية لكن بالقانون بالديمقراطية بهذه الحالة الديمقراطية أعطت غطاءا يجعل الظلم مشروعا نعم يعني يعطي مشروعية للظلم تحطيم العراق تحطيم أفغانستان بل تحطيم العراق على خبر كاذب لم يتأكدوا منه على الظن إذن خضرتك بتقول لي أن الديمقراطية بهذا الشكل واستخدام طاعة ولي الأمر بهذه الصورة اللي اتنين فيهم ظلم للإنسان وفيهم واحدة فيها ظلم للشريعة الإسلامية وأساءت إليها وشواهت صورتها على غير الحقيقة هكمل مع حراتك بعض الفاصل إذا أزمت لي نلتقي بعض الفاصل أهلا وسلم بحراتكم مرة أخرى أواصل حواري مع فضيلة الدعاء الإسلامي الحبيب علي الجفري حول ثنائية السمع والطاع لولي الأمر والديمقراطية فإذا كان هذا في الجزء الأول وإن كان الحديث كله يجمع بين الاثنين بين الديمقراطية والسمع والطاع ماذا تأخذ على الديمقراطية حتى نصل في النهاية إلى إذا كان هذا ليس له وجود وصعب تنفيذه علينا الأول أن نصيغ ما هو المشروع الإسلامي أن نصنع مؤسسة بناء فكرة نبنيها طيب هذا بناء موجود لكن ترى فيه خللا ويصنع ديكتاتورا قد يقضي على بلاد ويسيء إلى شعبه ويضره أرى أنه شيء انتهت صلاحيته الديمقراطية أينها كانت مفيدة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر كانت جيدة لأنها نقلت الناس من ديكتاتورية مطبقة إلى إعطاء للناس فرصة أن يكون لهم مشاركة في تقرير حياتهم لكن لاحظ شيء المجرم يطور أساليبه على نحو يواكب تطوير الشرطة لأساليبها الشرطة كلما ابتكرت شيء جديد لضبط الجريمة يذهب المجرم ليطور نفسه ويحاول أن يكون متقدم على الشرطة بخطوة الشرطة هنا الديمقراطية المجرم المستبد أصحاب المصالح الضيقة نعم الشركات الكبرى التي تمتلك السلاح الاحتكار الأدوية اللوبيات الموجودة هذه هي المجرم والشرطي هو قوانين الدمقراطية الآن المجرم تقدم على الشرطة بـ 20-30 خطوة ليست بخطوة واحدة نعم فاحتيجة إلى الليبرالية نحو قبل قرنة الديمقراطية سوت كذا فاحتيجة إلى معالجتها بكذا كلها ردود أفعال تحسينية لماذا نحتبس نعتبر الديمقراطية ساقفان يعني أصبح التعامل مع الديمقراطية وكأنها دين كأنها شيء مقدس مقابل الدين لا بس لدي مؤسسة مبنية لماذا لا أعدد فيها إذا كان لا يوجد لدي بديل لماذا لا أعمل على البديل هنا السؤال وهذا يعيدنا إلى المربع الأول الذي سألت عنه وهو ما الثالث نعم لا نحن عندنا مشكلة دعنا نرجع خطوة إلى الوراء لنتبصر نحن عندنا مشكلة في بنية بيت الخطاب الإسلامي نعم وهي أن كثير من أدوات الاجتهاد تعطلت بمعنى أنها تحتاج إلى إعادة تأهيل بناء أساليب بناء العالم حصل فيها ارتباعك اليوم فصار الكثير يحملون شهادات أكاديمية باسم العلم والشريعة وهم لم يتحققوا بشكل جيد هذا يحتاج ترميم وخدمة الأدوات التي من خلالها سنفهم الواقع لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره تحتاج إلى الشغل وبناء يعني أن هناك منظومة تحتاج إلى بناء هذه نقطة أولى النقطة الثانية نحن بسبب تأخرنا عن تطوير النموذج الذي عندنا تجديد النموذج الذي عندنا انسحبنا عن ساحة المشاركة الإنسانية كان في عصر سابق العالم يأتي إلينا ليتطور نحن تخلفنا الآن أصبح العالم المتطور هو الذي يقرر مصيرنا ومصير العالم بقية الدول التي دونهم من خلال الاتفاقيات المعاهدات المالتوبرام هيئة الأمم المتحدة الإعلان العالمي لمبادئ حقوق الإنسان أخطر من ذلك تفسيرات هذا الإعلان المختلفة التي يتحول بعضها إلى أشياء ملزمة في الاتفاقيات هذا كله نحن لا نشارك فيه يعني نحن لم يعد لنا إسهامات مع المجتمع الدولي الإنساني للصياغة مستقبل العالم الذي نعيشه لماذا فهمت من كلام حضرتك أن صناعة أنظمة حكم أو بناء مؤسسات لابد أن تكون من منطلق إسلامي وكأن لا لا طيب نتكلم عن منطلق الشراكة نعم في نموذج عام للبشر نحتاج أن نكون شركاء فيه كيف يمكن أن نكون شركاء بين الصياغتين نحتاج إلى أن نكون شركاء في صناعته وفيما جانب آخر وهو ما يتعلق بخصوصيتنا الثقافية نعم لهذا ترى مثلا تجلي الديمقراطية أو انعكاس التطبيق للديمقراطية في فرنسا مختلف عنه في بريطانيا مختلف عنه في الهند مختلف عنه في الولايات المتحدة نعم مختلف عنه في كندا ما أوجه الاختلاف هذا؟ ما يتعلق بما يناسب الثقافة الخاصة في داخلها نحن قد استبيح الثقافتنا الخاصة نعم والذين كان يمكن أن يساهموا في إيجاد الموائمة الصحيحة ليست التلفيقية تسرعوا ما أدري يعني ظنوا أنه أن القطاف قد صار سهل فقفزوا على ما أرادوا خدمة الدين لكن في النهاية أوجدوا ارتباكا نحن نحتاج في البيئة المسلمة شعب غالب ومسلم يؤمن بدينه وبإسلامه ويرى أن الدين جزء من الحياة ليس فقط في المسجد من حقه أن يعمل على تجديد الخطاب الشرعي المتعلق بإدارة الدولة بما يتناسب مع التطور الذي وصل إليه العقل البشري اليوم الثقافة البشرية اليوم النضج الإنساني اليوم ليعيد النظر فيما يطرح اليوم المساء التي طرحها الأستاذ حسان في الحلقة الماضية أو خطاء التمييز على أساس العرق العنصر الدين الجنس هذه مباحث لم تكن واردة في السابق يعني لم تكن مطروحة لأن النضج البشري لم يكن قد وصل إليها ما كان هناك استيعاب لمفهوم المساواة على أساس المواطنة لم يكن هذا موجودا نعم ولهذا كان الطرح الشرعي بعدم إهانة الذمي الذمي البعض اليوم يعتبرونها يعني مذمة لا كلمة الذمي أي الذي له ذمة الله ورسوله كان الطرح الشرعي للتعامل مع أهل الذم الذين لهم ذمة الله ورسوله كان يعتبر متقدما على ذلك العصر لأنه نقلة في العدالة كان يعتبر لأنه غيرهم كان يمكن يقتل المخالف لكنه الآن قد يقول لكنه الآن ليس الخطاب الرباني ولا الحديث النبوي الأحكام التي استمبطت منها أصبحت متأخرة عن العالم عشرة خطوات نعم عشرة خطوات على الأقل أو أكثر نحن بحاجة إلى العودة إلى مقاصد الشريعة بحاجة إلى العودة إلى النصوص المعصومة والنظر في المقاصد وتفعيل أدوات الأصول في الاستنباط لنستخرج الأحكام التي تتناسب مع مستوى العقل البشري خصوصا في الأمور التي ليست طبعا في الأمور التي ليست قطعية نعم يعني هناك شيء قطعي الثبوت قطعي الدلالة هذا لا يمس لكن هذا ليس له صلة بهذا الأمر وقد حاول بعض المعاصرين يعني مثلا الجزية نعم لما جاءت تصادم بين الجزية وبين مفهوم المواطنة اللي هي المساواة بسرعة الذين دخلوا الميدان السياسي من الذين يرون أنهم يطبقون مشروعا إسلاميا قالوا لا إذا حصلوا الطراضي إذا هم وافقوا يدخلون في الجيش ويعاملوا الناس تسقط عنهم الجزية على اعتبارنا الجزية فقط مرتبطة بالجيش إذن هذا تطوير هم قبلوه نعم غيروا أحكاما فقهية لم تكن معمولا بها في السابق وهذا شيء جيد وليس بسيء لكن المطلوب أن يعاد النظر في الرؤية كلها في النموذج كله في المشروع السابق كله في الاستنباط كله لتدار عليه كل المسائل الموجودة فما كان قطعيا لا يتغير ما كان غير مرتبط بتغير الزمان والمكان يبقى لكن ما كان غير قطعي ما كان قابلا للخلاف ما كان نتاجا للاجتهاد المرتبط بثقافة العصر هذا ينبغى أن يغير وإلا سأكون غير صادق إذا قلت أن لدي مشروعا ولهذا إذا أعدنا البناء من جديد في الداخل يمكن أن يكون ما نطرحه من مشروع نعم هو مرحلة ما بعد الدموقراطية نعم أننا يمكن أن نساهم مع العالم في تأسيس مرحلة ما بعد الدموقراطية الخلافة كانت مساهمة راقية من المسلمين نموذج جديد لا يعرفه العالم كانت الدكتاتورية هي التي تحكم أو بقايا الدموقراطية الشعبية المطلقة التي في اليونان والتي على أساسها أعدم سقراط لأن غوغاء العامة حكموا عليه بالعدام بسبب تأثرهم بالطرح المعارض له فكانت الخلافة نموذج متقدم ألهم العالم شيء جديد طيب العالم الآن تجاوز مرحلة هذا النموذج الذي أعطي وجاءت الدموقراطية غيرت مفهوم المستبد العادل إلى الدموقراطية شاخت أفرط الناس باسم الدموقراطية إلى حد الظلم جعلوا الدموقراطية وكأنها دين ما المقصود من الدموقراطية؟ العدالة؟ تطبيق العدل؟ طيب إذا كان هناك مجتمع يطبق العدل بطريقته ولا يرى الدموقراطية مناسبة له وشعبه موافق الدموقراطية شاخت اليوم دعونا نبدأ نفكر في المرحلة التي بعدها ونصبح نحن شركاء في المرحلة القادمة وفي صياغة أنظمة حكم جديدة بالضبط على أساس العدل وعندنا بمرجعياتنا بلا شك بشكر حلقة جدا حياكم الله بشكركم